ضيفنا من رمالة سيد عجرمي الجنرال عامو سيدلين أحد قادة سلاح الجو الإسرائيلي سابقا قال إن الضربات تبعث برسائل إلى أطراف محددة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتخب طبعا والرئيس السوري بشار الأسد إضافة إلى طهران ما مفاد هذه الرسائل برأيكم وهل وصلت لمن أراد عامو سيدلين الإدلاء بها؟ أولا الرسالة الأولى بين إسرائيل مستمرة في عدوانها على الأراضي السورية لمنع كما تقول القوات المؤيدة لسوريا من حزب الله أو قوات إيرانية أو ميليشيات تابعة لهذا الطرف أو ذاك من نقل السواريخ وتخزينها في الأراضي السورية أو ربما نقلها إلى الأراضي اللبنانية أو ربما إنشاء مصانع للسواريخ الدقيقة في المنطقة وبالتالي هذا مستمر في إطار هذه الضربات الرسالة الثانية هي للقوات السورية بأن المرة هذه استهدفت مواقع للجيش السوري بأن سوريا لا يمكن أن تكون بمنع عن الاستهداف المباشر إذا بقيت تحمي هذه القوات فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية إسرائيل تريد أن توصل للإدارة الأمريكية رسالة واضحة بأنه لا يمكن الفصل بين موضوع الصواريخ الإيرانية وبين موضوع الملف النووي بمعنى أن إسرائيل لا تقبل بأن تعود الإدارة الأمريكية إلى الاتفاق النووي في إطار عدم طرح قضية الصواريخ وبالتالي تهدد بذهاب إلى تصعيد عسكري خطير فيما يتعلق بقضايا أخرى مرتبطة بالإسرائيليين هم يريدون الاستفادة مما تبقى من أيام الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب الذي أضاف إسرائيل إلى القيادة المركزية في شرق الأوسط وأيضا القيام بأوسع نطاق ممكن من الضربات قبل تولي بايدن السلطة وأسرائيل قلقة جدا من إمكانية أن يغير بايدن السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر